تحصد النزاعات العشائرية المسلحة في العراق وفي المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص أرواح المئات سنوياً في محافظة البصرة يشكل السلاح المنفلت بيد العشائر والعصابات تحدياً للأجهزة الأمنية كما أن السلطات في المحافظة لم تتمكن من السيطرة على هذا السلاح أو وضع حد له وهو ما يجعل البصرة سيرة لنزاعات عشائرية تستعمل فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تندلع دائماً وبعضها يدوم ساعات ويودي بحياة عدد كبير من المواطنين زرناه في منزله تحدث لنا عن قلاقه من تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة بين العشائر لم يخطر على ذهن الحاج أبو حكيم أن يفقد ابنه نتيجة صراع مسلح أصيب بسكتة قلبية بعد سماعه خبر إصابة ابنه بطلاق ناري تسبب به نزاع مسلح بين عشيرتين طفل قاعد بالباب وجدت طلقة صابت من سدر ليمن إلى ضارج من خلف ودينا المستشفى طلعه طلقة مال بي كيسي طلقت من المستشفى التعليمي إلى تتاهم أربعة طلع أثر صابته وبون صدعوا الرجل وتوفى يتحدث شيوخ عشائر عن ضعف الأجهزة الأمنية وتعرض منتسبيها إلى تهديدات بالقتل والمحاسبات العشائرية من دون حماية من الدولة والإنسان الموجود اليوم العنصر بالجهة الأمنية الموجود بنفسه ما يشعر عنده أكون حماية من القانون إليه سواء كان القاضي أو سواء كان الإنسان المنتسب بالدولة وهذه القضية تحتاج لها مؤسسات وتحتاج لها جهد كبير من الدولة الصراعات العشائرية ليست وحدها المسؤولة عن وقوع الضحايا فمع حلول الليل تتحول المنطقة الممتدة من قرمة علي حتى قضاء القرن شمالية البصرة إلى ما يشبه جبهة قتال تجارة المخدرات والنزاعات المالية تقف وراء معظم الصراعات ومع انتشار السلاح بشكل كبير يصير المشهد أشد خطورة الشباب اللي ما عنده عمل ظل يلجأ إلى غير أمور غير شرعية من ضمنها الحبوب والمخدرات وبعض الأمور الأجهزة الأمنية تحاول ضبط الأمور من خلال حملات الدهم ومصادرة السلاح لكن سهولة اقتنائه تزيد تعقيد مهمتها تشتعل النزاعات العشائرية بين فترة وأخرى أما أسباب حدوثها فتختلف كل مرة ضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع هذه النزاعات لم يردع من استخدام السلاح أما مساعي الصلح التي عادة ما يقوم بها شيوخ العشائر فهي وإن كانت تحد من تداعيات النزاع كل مرة لكنها لا تجدي في القضاء على أسباب حدوثها مازن طيار العربي البصرة ونرحب معنا من بغداد بالفريق الركن المتقاعد جليل خلف وهو قائد شرطة البصرة الأسبق كذلك أهلا وسلم بك معنا هل هو بداية سباق للتسلح بين العشائر أم سباق للتسلح بين العشائر من جهة والقوات الأمنية والجيش العراقي من جهة النقرى طبعا رحب بكم مشاهديكم الكرام وشكرا للإستضافة أهلا بك حقيقة عشائر العراق لو درسنا تاريخ عشائر العراق هي هذه العادات والتقاليد الأخذ بالثار وغيرها من الأمور موجودة من بداية تأسيس الدولة العراقية إلى حد دلال لكن الآن استفحلت هذه الظاهرة كجزء من استفحال الظاهرة أكبر منها وهو السلاح المنفلت والميليشيات الخارجة عن القانون والعصابات الخارجة عن القانون والتجارة المخدرات خصوصا في الجنوب في البصرة وبالعمارة وماكن أخرى هذه كلها الأمور الآن العشائر هي جزء من هذا المجتمع إضافة لذلك نلاحظ قانون العشائر عندما تضعف الحكومات العراقية قانون العشائر هو الذي يسود وهو الذي يكون بيده كلمة الفصل ولذلك نلاحظ أنه نعم العشائر كانت قبل تقاتل ولكن الآن استفحلت الظاهرة بحيث أدنى الأسباب أسباب بسيطة جدا تقاتل ويستخدم فيها السلاح الخفيف والسلاح المتوسط ومرات حتى الأسلحة الثقيلة ولذلك نشوف أنه الدولة في بعض المرات عاجزة عن كبح جمع هذه العشائر خصوصا بعد أن تدخلت لو سمحت لي تحدثت عن سلاح العصابات تحدثت عن سلاح الفصائل أو الجماعات وأيضا سلاح تجار المخدرات وغيرها من الجماعات أيضا التي تملك هذا السلاح المنفلت من وجهة نظر الحكومة العراقية هل كل هذا السلاح يندرج ضمن ملف واحد أم أن حساباتها تختلف وفقا للجهة المالكة لهذا السلاح والله حقيقة أنه الميليشيات أو العصابات الخارجة عن القانون هذه تكون خطر على المواطن أكبر واللاحظ أنه تخطف وتقتل وتطلب فدية وغيرها من الأمور ومثل ما أنتم تلاحظون أنه بعد ثورة تشرين حدث قتل لأعداد كبيرة من هؤلاء الشباب الثوار تقريبا 600 شهيد و30 ألف جريح هذه قامت بها الميليشيات التي خارجها عن القانون والعصابات والذين يقبلون أن يقتلون البشر مقابل 8 ولذلك لاحظ خطورة هؤلاء أخطر من العشائر بكثير هذه نقطة النقطة الثانية المخدرات الآن التي انتشرت في الجنوب بشكل كبير جدا ومصدرها أكثر 80% من إيران البلد المجاور وسهولة نقلها إلى هذه المحافظات وخصوصا البصرة والعمارة والناصرية وواسط هذا السلاح يتم تسريبه إلى الداخل العراقي طبعا هناك تجارة للسلاح انتشرت بشكل كبير جدا في العراق خلال السنوات الماضية منذ عدة سنوات ولكن هل تقصد أنه يتم تسريبه من إيران تحديدا؟ نعم هو أكثر السلاح يتم تسريبه من إيران طبعا وهذا السلاح يستخدم يعني المشكلة الكبرى الآن هي المخدرات والميليشيات الخارجة عن القانون هؤلاء أكثر تأثيرهم على المجتمع وإرعاب المجتمع وخوف المجتمع وكاف عجلة الحياة وإيقاف الاستثمار وغيرها من الأمور هذا من جهة العشائر أيضا اسمح لي سيد جليل هذا من جهة الجانب المتعلق بتجار المخدرات أو العصابات المتفلتة ولكن أيضا من جهة العشائر هناك الملايين من القطع العسكرية بيد هذه العشائر وبالتالي نسأل لماذا وصلت الأمور إلى هنا؟ هذا بحد ذاته يطرح أسئلة تتعلق بالجهة التي تغض الطرف والجهة التي تستفيد من انتشار السلاح بهذا الشكل نعم كما قلت لك أنا ليس دفاعا عن العشائر وليس دفاعا عن السلاح المفلت لدى العشائر بل نعم هذه مشكلة كبيرة جدا وأنا أوضح لك أن هذه العشائر قسم من رسالة العشائر العشائر تبطت أيضا بجهاز سياسية وأحزاب سياسية لحمايتها وحصول مكاسب قسم منها شخصية لها ولذلك نلاحظ أن هذه العشائر أيضا محمية من بعض أحزاب السلطة وكذلك هذه العشائر أيضا تمارس نفوذها على الشركات النفطية في الجنوب وتمارس نفوذها على الموانئ العراقية وتمارس نفوذها في كل مكان ولذلك أصبحت المادة هي المسيطرة معلسف على بعض هؤلاء روساء العشائر وأصبحت الخلافات استفحلت بشكل كبير جدا وأدت إلى كما قلتم في تقريركم السابق أنه أدت إلى خسائر كبيرة جدا في المواطنين وإرعاب المواطنين وطبعا هذه هي ظاهرة سلبية في المجتمع العراقي وأعتقد أن الدولة العراقية أو السلطة العراقية في الوقت الحاضر ورثت من الحكومات السابقة هذه الأمور بل أنا أجزم أنه بعض الأحزاب التي شاركت الآن في السلطة ساعدت على نمو هذه الظاهرة والظاهر الكبيرة والسلبية في المجتمع العراقي ولذلك تحتاج إلى سلطة قوية وإلى قرارات حاسمة وإلى تطبيق القانون في هذه المناطق وكما قلتم في تقريركم نعم هناك الضباط والمراتب الذين يحاولون تطبيق القانون أو القفض على المجرمين سواء بالنسبة للعشائر أو تجار المخدرات أو غيرهم نلاحظ أنه يتعرضون إلى تهديد قتل وتهديد عوائلهم وقتلهم نعم هذا موجود جدا شكرا ولذلك نحتاج إلى نهض شكرا نعم خطة ربما حكومية شكرا جزيلا لك من بغداد الفريق الرقن المتقاعد جليل خلف القائد الأسبق لشرطة البصرة شكرا لك عود الآن إلى ريمة تتابع معكم الصغيرة شكرا ندي شكرا